السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسرة قناة ابن الواحة أهلا بكم في فيديو جديد زي ما حضراتكم شايفين أو أريتوا عنوان الفيديو النبتة الملعونة النبتة الملعونة سرطان البرسيم الحجازي زي ما حضراتكم شايفين العنوان غريب شوية وأول مرة نتكلم في الموضوع ده لو بصينا كده إحنا الأرض دي إحنا اشتغلنا فيها خدنا فيها حوالي خمس ساعات كنا نفرين طبعا زي ما حضراتكم شايفين لو بصينا كده البرسيم لونه أخضر طيب أمال اللون الأصفر ده ده يا جماعة حاجة نبتة إحنا بنسميها عندنا اللي أنا مسكها في أيدي دي إحنا بنسميها عندنا الحمول الحمول ده يا جماعة عامل زي السرطان بالزبط والعياذ بالله بيمسك البرسيم الحجازي بيلف عليه كله ممكن يعمل شبكة يعني هو ممكن الأرض دي تعتبر كده المساحة بتاعتها حوالي فدان إلا ربع كلها بالوضع اللي إنتو حضراتكم شايفينه بالوضع اللي إنتو حضراتكم شايفينه كده مسكها الحمول الحمول ده يعني لو بصينا للخط اللي أنا واقف فيه ده أنا نمحنا اشتغلنا فيه واخد حوالي شايفينه يعني آدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة يعني اعتبر خمس شطايب زي ما إحنا بنقول بنسمي إحنا الجزئية اللي بنحشها بالمحشة البرسيم دي اسمها شطيبة هو واخد خمس شطايب ده لو ما فيش يا جماعة حمول لأننا حشيت الأرض قبل كده يعتبر كده بتاخدها فيه أربعة أو تلاتة وشوي يعني يعني إنما يبقى أنت البرسيم واقف وما فيش أي حاجة الشبكة اللي مسكها من تحت دي اسمها إيه الحمول لو بصينا هنلاقي الأرض كلها زي ما حضراتكم شايفين حتى تلاقي كده حتى وضع الحشيش وده بيأثر على محشة البرسيم يعني ده خلي بالك أنت في شهر خمسة وشهر ستة اليومين دول هتلاقي البرسيم غالبيت البرسيم اللي هو مش نضيف في الأرض هيبقى فيه عشبة الحمول النبتة اللي انتوا شايفينها دي اللي هي عاملة زي الشبكة هو يا جماعة عاملة زي الشبكة بصوا أهي مسكة البرسيم الحجازي ده أنت لو سيبته كده وما حشيتوش وما جيتش جنب منه هتيجي للبرسيم ده هتحس إنه هي شبكة حتى لما أخذ البهيم كده مش هترضى تاكل البرسيم وهو مليئن حمول كده فالنصيحة ليا احنا بنستخدم في البرسيم ده استوانة المروحة استوانة المروحة الاستوانة دي يعني هي الوحيدة اللي بتعتبر كده بتساعد إن انت تحش البرسيم ده بسهولة شوية هو مش بسهولة لأن انت بتشد فيه لغاية نما بتقطع بطنك فيريد كلنا نخلي بالنا وإحنا بنستخدم حشية البرسيم أول ما يبقى في البرسيم بتاعنا في حاجة اسمها الحمول أهو يا جماعة ظاهر باللون اللصفر زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو يارب تكون المعلومة وصلت ووضحت وأشوفكم في فيديو تاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته